موسيقى 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 هلا بكم عزيزي المشاهدين الى حديث المساوى نناقش لهذه الليلة اعلان حساب على وسائل التواصل الاجتماعي محصوب على قوات العمالقة الجنوبية بان هذه القوات اعادت تموضعها في محافظة شبوة وانها انقزت مهمتها في مديرية بيحان وانها ستعاود او تعيد التموضع الى عرينها الى اماكن انطلاقها لكن مصادر ايضا محسوبة على قوات العمالقة قالت ان هذا الحساب لا يمثل العمالقة وان العمالقة ما تزال موجودة في جبهات بيحان وحريب وان المعركة ما تزال مستمرة ايضا التحالف العربي اعلن عن انشاء لواء ايضا ايضا عمالقة في اطار محور سبا وايضا بحسب المعلومات يتم التجنيد لقوات من محافظة البيضاء لاستكمال العملية ما حقيقة ما يقري هل بالفعل اعادت العمالقة اعادت تموضع كما يعلن او كما تعلن الحسابات المحسوبة على انتقالي وكذلك اذا قناة سكاينوز المحسوبة على الامارات ام ان العمالقة ما تزال مستمرة في جبهات القتال كما تقول الكثير من المصادر وما تعكس هذه الخلافات وتضاوروا الانباء ما بين العمالقة من قهة وما بين الحسابات المحسوبة على الانتقالي وعلى الامارات هذا ما نناقشه لهذا المسامع ضيفنا الاعزاء الاستاذ عمر اليافعي رئيس مركز الجنوب اليمني للدراسات والبحث اهلا بك استاذ عمر وايضا نرحب بالاستاذ احمد عايد صحفي ورئيس تحرير موقع مارب بريس من مارب اهلا بك استاذ احمد عايد نعم مرحبا بكم نعم وارحب ايضا بالدكتور علي الذهب الخبير الاسكري والاستراتيجي عبر سكايب اهلا بك دكتور اهلا بسهلا بكم دماء نعم ندعونا نتابع هذا التقرير عن العمالقة ومن ثم نعود الى الاستيديو بعد ايام قليلة من تحرير مديريات غرب شبوة الثلاث ومديرية حريب جنوب مأرب نشرت منصات تابعة لقوة العمالقة بيانا اعلنت فيه انتهاء العملية العسكرية واعادة تموضع القوات فهل انهت قوات العمالقة عمليتها فعلا وانسحبت من المناطق التي تمكنت من تحريرها؟ ما يقوله الواقع يتناقض كليا مع ما ورد في البيان الذي تم تداوله امس الجمعة فالمعلومات الميدانية تؤكد ان قوات العمالقة ذات القوام السلفية والتي تتلقى توجيهاتها من قيادة عمليات قوات التحالف ما تزال متشرة وتواصل عملياتها بشكل اعتيادي وان مقاطع القوات المنسحبة تعود لوحدات تابعة للانتقالي تم الحاقها بقوات العمالقة قبيل بدء العملية العسكرية الاخيرة ودأب الاعلام الاماراتي على التركيز عليها في محاولة لتجيير الانتصارات للصالح قوات الانتقالية كما ان هذا الاعلان الذي بدأ اقرب الى الاعلان عن انتهاء مهرجان او فعالية رياضية يتناقض مع ابسط قواعد الحرب اذ ان انسحاب القوات من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا مع استمرار سيطرة ميليشي الحوثية على عقبة القنضع المطلة على بيحان وكذلك عقبة مالح في مديرية ناطع المجاورة لمحافظة البيضاء يجعل المكاسب العسكرية التي تحققت بتحرير بيحان وما حولها عرضة للانهيار وفي الوقت الذي تتضارب التحليلات عن اسباب هذا الاعلان وربطه بمحاولة الامارات اخلاء مسئوليتها عن العملية العسكرية التي الحقت بميليشي الحوثية خسائر فادحة فان اخرين يذهبون الى القول ان العملية تمت في النطاق المرسوم لها منذ ما قبل انطلاقها بتحرير مديريات غرب شوة والوصول الى حريب التي تتداخل جغرافيا مع مديرية عين ويذهب اصحاب هذا الرأي الى القول ان قوات اخرى تم تشكيلها حديثا ستتسلم المناطق المحررة غرب شوة باستكمال المهمة والتحرك نحو محافظة البيضاء ويرجح اخرون ان يكون تقدم المفاوضات النووية في فيينا بين ايران وامريكا سببا رئيسيا للتهدئة في شبوه او انه رضوخ اماراتي لايران بعد الهجمات الصاروخية على ابو ظبيه وكما ان العملية العسكرية التي اديرت بفاعلية عالية وحققت نتائج باهرة خلال ايام قليلة فان الايام القليلة القادمة كفيرة بتفسير هذه التغيرات التي تجعل المتابعين غير قادرين على التكهن بحقيقتها نعم الكثير من الاخبار التي ربما تعطي معلومات متضاربة وتعطي ايضا صورة مشوشة تجاه توجهات التحالف في البلاد عما اذا كان يدعم معركة وطنية ضد الحثين او ربما يكتفي بمعارك جزئية ويوقف المعرك استاذ عمر اليافعي كيف تقرأ هذه الانباء وهذه الاخبار المتضاربة عن العمالكة عموما وعن المعركة خصوصا وعن المعركة ككل لنقل في شرق البلاد سعد الله مساك ومساء المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام ايضا هو في البدء نريد ان نعرج على العمالكة من اين اتوا في البدء العمالكة هم تيار سلفي لديهم رغبة في الانتقام من الحوث الذي اخرجهم من دماج هم التيار السلفي في اليمن ثلاث فصائل فصيل يتبع الشيخ مقبل وهو يدين بطاعة العمياء الولي الأمر وفي عداء ازلي او تاريخي مع الاخوان وهناك التيار السلفي الآخر اللي هو السروريين اللي يمثلهم في اليمن جمعية الاحسان وحزب الرشاد والفصيل الثالث هو جمعية الحكمة السلفيين صحاب المنهج العلمي التابعين عبد الرحمن عبد الخالق في جمعية التراث في الكويت تيار العمالقة كيف تم تأسيسه؟ تم استغلال العقيدة القتالية لديهم عقيدة في القتال وليس مشروع وطني هم يقاتلون من مبدأ أن هؤلاء روافض وأيضا هناك فكرة الانتقام من الحوثيين الذين أخرجوهم من دماج وحينها لم يكن لديهم إمكانيات للقتال فاستغلت هذا الأمر السعودية وفي الحقيقة هم لا يتبعون الإمارات وهناك مغالطات كبيرة أنهم يتبعون الإمارات طبعا هو السعودية والإمارات واحد لكن أنا أتكلم الآن دعمهم وربما حصل تدريب من قبل الإمارات لهم في التكتيكات العسكرية وفي التسليح لكنهم يتبعون يعني خاضعين لقيادة إماراتية في الساحة الغربي نعم لكنهم في الأخيرة يتلقون تعليماتهم من السعودية وولاهم لسعودية أكثر منه للإمارات ويدينون في الوحدة ولا يميلون للانفصال ولم يرفعوا يوم من الأيام راية الانفصال ربما هناك فصيلين أو لوائين من ضمن عشر ألوية تتبع العمالقة كانوا يلتقطون بعض الصور السيل في رفعونها في الجنوب لكن كان من البداية هناك وضوح أن هناك ثيارين تتبع الانتقال هل المعركة تتكون من ثيارين؟ لا لا هم ثيار واحد لكن فصيلين أو لوائين منهم كانوا يدينون للإمارات والانتقال تحديدا وهم من أثاروا نوعا من اللغط حتى أن قيل أن كثير من هذه اللوائين لم يشاركوا في المعارك الأخيرة وهذا الانسحاب هناك تحليلان تحليل الأول يقال أنه فعلا خلاف حقيقي والأمر الآخر وأنا لا أميل هذه التحليل والتحليل الآخر يقول أن الإمارات أرادت أن ترسل رسالة للحوثيين حتى تخف وطأة الصواريخ على أبوظبي أننا عملنا ما علينا وصحبنا هذه اللوائي الذي يتبعونا لكن البقية تتبع السعودية ونوع من التشتيت للحوثي والتهدئة واللعب في هذا الجانب لكن في الحقيقة أن الوئة العمالقة لم تنسحب واليوم تم تحرير لكن الحساب هو رسمي يتبع الحساب نعم الحساب لذلك أنا بدأت في البدء وذكرت أن العمالقة ليس لديهم مشروع سياسي وليس لديهم حنكة إعلامية وبالتالي استغل هذا الضعف لديهم الانتقالي فأنشأ حساب وبدأ يغرد منذ أن بدأت الحرب أو المعارك الأخير بعد انسحابه من الحديدة وتوجهه من ناحو شبوة أن العمالقة يتبعون الانتقالي لم يرفعوا يوم من الأيام راية الانتقالي لم يدينون لعيدروس لم يرفعوا راية الجنوب مطلقا في خطاباتهم بالعكس على العكس من ذلك هذا التصيد من قبل الانتقالي في هذا الحساب الذي أنشئ أظن قبل ثلاث سنوات منذ البداية كان واضح أنه لا يتبعون العمالقة إذا أنت تجد أن لا انسحاب حقيقي للعمالقة من جبهاتك لا انسحاب حقيقي وأيضا في نقطة مهمة اليوم تم تحرير نجد والحجلة في جوبة وحريب وأيضا في شرق البيضاء نسيت اسمها أيضا مديرية تم تحريرها أيضا تم تعيين لواء جديد وهو عبداللطيف القبلي المرادي دليل أن العمالقة لا يدينون للإمارات ولا لانتقالي وأن المعارك مستمرة قضية أن يكملوا كل اليمن هذه محك الاختبار هي البيضاء إن استمروا في البيضاء فنحو نقول فعلا هناك نية لدى التحالف للقضاء على الحوثي كل اليمن لأن البيضاء تحاديها ستة أو سبع مناطق منها صنعان منها ذمار فسيكون هذا الأمر حقيقي المحك البيضاء إذا لم يستمروا في البيضاء وتراجعوا لكن على الأقل ما أريد أن أؤكده الآن أنهم في مارب مستمرون وأنهم يقاتلون قتال للأبطال ونقول لهم شكرا وهذه كلمة حقيقة أن تقال فيهم لكن أن نصدق هذه الإشاعة الذي أطلقها حساب يتبع الانتقالي وأن لم ينسحب إلا لواءين أو كتيبتين في الأخير نعم سأعود إليك أستاذ عمار اليافع دعنا أيضا نطلع على حقيقة الأوضاع في مارب أيضا في شبوة مع الأستاذ أحمد عايض ما حقيقة الأوضاع هناك أيضا مع هذه الأنباء عن انسحابات لألوية من العمالك يبدو أن صاحب الحساب الذي نسب لنفسه الشرعية بأنه حساب رسمي عفوا أسمع ارتداد الصوت فصاحب هذا الحساب عمل مشكلة كبيرة للعمالك بأنفسهم لأنه بعد قرابة ساعتين المسرح العمليات العسكرية ينفي جملة وتفصيلا كل مجريات هذا البيان العمليات العسكرية كانت مستمرة بمحافظة مأرب ومحافظة البيضاء بشكل كبير عفوني أليس تحل مشكلة الصوت أسمع ارتداد الصوت من الإخراج أيضا من القانب الفني لكن بإمكانك أن تواصل وأن تتجاهل الصوت أيضا تفضل نعم 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 سأتجاهل سأتجاهل فالذي يجري حاليا على أن الغالبية العظمى من ألوية العمالك يعني لديهم أهداف مسبقة معلومة الأهداف ولذلك رأينا أحد ركن توجيه اللواء الأول عمالقة كان مستغربا أيما استغراب مثل هذا الانسحاب مؤكدا أن العملية العسكرية موجودة وبالفعل الحقيقة كانت موجودة أن هذين اللواءين أعلنها علانية بأن توجيهات عدروس يعني تقول لا يمكن للعمالقة أن تقاتل خارج إطار المحافظات الجنوبية وبدأت تضخ من هذا الكثير وصدرت مواقف رسمية أكثر من كثير من قيادة المجلس الانتقالي بصيغة التحذير على قوات العمالية العودة فورا كأنها تتبع ملكية خاصة فيبدو أن هذين اللواءين عمل ضجة وهم أكثر من قاموا بالتقاط السلفي وهم على تلك المدرعات بالعلم الجنوبي ونشروها على الحسابات التي أول ما وصلت قاموا بخدش كلمة ألوية العمالقة الساحل الغربي وأضافوا تحتها الجنوبية يعني من أول يوم وصله فكان هذا أول مهامهم تغيير المسميات بالمسمي الجنوبي على كل يبدو أن القوات المشتركة أصدرت توجيهات بإخراج هذين الوعين من مسرح العمليات العسكرية في المناطق الشمالية تحديدا مارب والبيضاء ومتوقع أن يتم توجيهها باستكمال بعض المناطق الجنوبية التي ما زالت تحت سيطرة الميليشية الحوثية وتقريبا باتجاه جفهة مكيراس هكذا ما تتحدث به بعض المصادر التي وصلتنا فعلى كل العمالقة حتى هذه اللحظة يؤدون واجبا وطنيا كبيرا على كل مسرح العمليات العسكرية بمعرب أو بمحافظة البيضاء نعم وما حقيقة لنقول إن شاء ألوية تتبع محور سبا كما جاء ألوية أول وثاني عمالقة فاصل محور سبا باعتبرنا هناك أيضا ألوية أول وثاني للعمالقة بالفعل هناك مجموعة من قيادة ألوية العمالقة متواجدين بمحافظة مأرب وربما أن هناك تمت لقاء مع القوات المشتركة الموجودة حاليا بمحافظة مأرب المهم أن هناك قرار خرج بتوسعة قوات العمالقة وتحديدا بما يسمى بإقليم سبا وخرج إلى الواجهة بذكر قائدين اثنين بمعنى أنه ربما أننا سنسمع مسمى الجنوبية سيلتغي وستبقى بمسمى قوات العمالقة التي صدر قرار رسمي من قوات التحالف بتبعيتها إلى وزارة الدفاع اليمنية قد يكون هناك هذا اللغط الذي استغله بعض المهوسون بنزعات الانفصال كما سمعنا ورأينا عبر وسائل الإعلام لكن أظن أن هناك سيحصل مراجعة مثل تلك الأخطاء ومنها هذين اللوائين الذين تم بوضعهما في مسرح عمليات آخر الألوية التي تم تشكيلها من محافظة مأرب وغالبية ربما المنظمين حاليا لها بداية من قبيلة مراد وربما تنظم إليها من قبائل أيضا البيضة ومحافظة مأرب ربما ستوكل إليها استكمال الأجزاء الباقية من مديرية الجوبة وربما سيتم الدفع بهم أيضا لاستكمال تحرير محافظة البيضاء كما ورد نعم وما الجديد أيضا قبل أن نودعك أستاذ أحمد عائض ما جديد الجبهات لهذا اليوم طبعا العمليات العسكرية لم تتوقف فالبتة سواء بمحافظة البيضاء أو بمحافظة مأرب هناك إيجاز صحفي لألوية العمالقة ذكر مجموعة من المناطق الجغرافية تم تحريرها بمحافظة مأرب في مناطق ما بين مديرية حريب ومديرية الجوبة القريبة منها وكذلك مساحات جغرافية تم تحريرها بمحافظة البيضاء المرحلة تكتضي عسكريا عملية تثبيت وعملية تمشيط وأعمال كثيرة تعمل على إدارة هذه القوات ربما نسمع خلال الساعات القادمة عن انتصارات أكثر توسعا مضمونا ومساحة جغرافية نعم لكن هناك من يرى أن الخطر ما يزال كبير على بيحان باعتبار أن عقبة القانضاء في البيضاء ما تزال مع الحوثيين وكذلك أيضا مالح بمديرية ناطع وأيضا عقبة ملعاء تتفق مع هذا الطرح أم لا بالفعل هذا الوضع ما زال مقلقا على هذه المديريات الجنوبية التابعة لمحافظة شبوة لكن عندما نفرد الخارطة الجغرافية وخط مسار العمليات العسكرية فإن المسار يكتضي هو ما تسيره في هذه اللحظة هذه القوات العمالقة على هذا المسرح يجب تحرير بعد العين يجب تحرير محافظة مديرية حريب ثم الجوبة ثم الصعود إلى ربما البيضاء سيتم التدفق إليها من أكثر من محور ومن أكثر من جهة ربما الهدف القادم قبل محافظة البيضاء بشكل كبير ربما تأتي المديريات الباقية سواء العبدية أو جبل مراد أو رحبة بشكل عام ستكون هي الهدف القادم والتدفق إلى محافظة البيضاء من هذه الزاوية في حين الجهة من جهة بيحان أو عسيلان سيتم أيضا التدفق باتجاه جبهة القندع ربما تكون أيضا جبهة قادمة باتجاه البيضاء نعم الأستاذ أحمد عائض رئيس تحرير موقع ماري بريس شكرا لك وأذهب إليك دكتور علي الذهب كخبير عسكري كيف تفسر أيضا هذا التضارب في الأنباء عن العمالقة بأنها ما تزال مستمرة على الجبهات وهي بالفعل مستمرة وبين البيانة التي خرج على حساب هذه القوات والذي يدار من قبل صغلدي أو صلة صغلدي ويقول أن العمالقة تعيد التموضع في محافظة شبهة تحية لك ولمشاهدين جميعا طلعت عليه الورد في الحساب في تويتر نعم يبدو أن هناك مشكلة أتمنى إعادة الإتصال بالدكتور علي الذهب لأن الصوت غير واضح يبدو أنك رداء في الاتصال كما سمعت من الأستاذ أحمد عايد يقول أن المعارك مستمرة هناك بعض الخطوان أيضا على المنجزات باعتبر أن العقبات الخطيرة ما تزال مع الحوثيين تقد أن العمالقة ستستمر أكثر مما فعلت ربما هذا الخبر يؤشر إلى مؤشر آخر وهو العودة والتموضع من جد ومن صدق أي عودة يا صدق عبد الله سيكون غباء استراتي وسياسي لماذا؟ لأنك ستعطي للقبائل الذي تشاركك القتال ضد الحوثي رسالة مفادها أننا غير جادين وبالتالي ستترك لهم مجال للتفاوض مع الحوثي من تحت الطاولة لأنهم شاعروا بعدم جديتك هذا واحد ثانيا ستعطي للحوثي مبرر أنك دولة من ورق تخاف على أبراجك من الصواريخ بالتالي هذا الابتزاز إذا خبعت له الإمارات الآن سيكون غباء سياسي أنا لا أقول أن الإمارات تقاتل في لي من حبا فينا لكن هيبتها ستنتهي تماما لأن استجابتها لهذا التهديد من الحوثي من الحوثي بحجة صواريخ لا سيمة وأن في قاعدة الضفر الآن باتريوت أمريكي يدافع عنها وبالتالي التخوفات ليست ذات الأهمية إذا خبعت وصار انسحاب حقيقي و أنا إلى الآن أرجح أنه ليس هناك انسحاب سوى فصيلين أتوقع أنها ستكون أكبر كارثة على التحالف في اليمن لأنه ظل سبع سنوات وجرف وأعطى للحوثي فرصة للتمدد أثبتت المعارك الأخيرة أن الحوثي بطل من ورق صراحة ما ينهزم في الجبهات لو لا تسليم عفاش ومعسكرات عفاش للحوثي في صنعاء لم يستطع انتصر في عمران وفي صنعاء و تمدد هذا التمدد كاملاً لذلك إذا وجدت الجدية من 2015 لتم القضاء على الحوثي لكن للأسف شديد صار هناك تماهي صار هناك لعب صار هناك حرف للبوصلة أصبح الهدف هو الإصلاح والمشاريع الوطنية بدل من هدف الحوثي إلى أن شعروا بأن الحقيقة أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون هو الحوثي وإن كان الآن يهدفون إلى إبدال تيار جديد الذي هو تيار عفاش وأبنائه والمؤتمر والتالي الآن كل المحافظات يتم تعيين محافظة جديدة لها تعتقد أن الإمارات لو تنازلت ستفقد كل المكاسب التي حققتها سيكون غباء استراتيجي ستتوال التنازلات نعم ستتتوال التنازلات وستكون محطة تندر من الناس كلهم لأنه سياسيا خطأ أن تستجيب لهذا التهديد وأنا أعتقد أن سحب اللوائين هؤلاء كان هذه اللوائين كان مجرد مناورة لم يكن استراتيجية عسكرية نعم لكن لماذا نستبعد وجود تفاهم الذي نقول من تحت الطاولة كان هناك تفاهم نعم صحيح لماذا نستبعد أنا أميل أو المعطيات في الأرض يعني تقود إلى أن هناك مشروع حقيقي على الأقل على الأقل القضاء على الحوث من المنطقة الشمالية عفوا الجنوبية اللي هي شبوة ومأرب ربما لأنها تهديد لشبوة ولأنها منطقة نفطية هناك جدية حقيقية أنا كما ذكرت لك قبل قليل الجدية الحقيقية هي بالبيضاء نعم إذا استمروا في البيضاء سنعرف أن التحالف يملك الجدية ولديه خطة لتحرير اليمن كاملا إذا لم يستمروا في أنا لا أتكلم عن المناطق الحدودية مع شبوة ومأرب في البيضاء لا أنا أتكلم عن العمق في البيضاء تحرير البيضاء كاملة وكما قال الأخ أحمد عائض أن هناك يعني من أبناء قبائل بيضاء ومأرب دخلوا في تشكيلات عسكرية جديدة تبع العمالقة هذا يغذي الصراع أو عفوا يغذي القتال ضد الحوثي بمنطقة المناطق بمقاتلي من أبناء المناطق نعم كل منطقة تدفع عن منطقتها صحيح لكن البعض يقول أين الجيش الوطني الجيش الوطني تم نزع السلاح النوعي منه تم تجويعه من عشر أشهر لا يستلمه الرواتب ثم تأتي تنتقد الجيش الوطني الجيش الوطني لا يملك ربع ما يملكه العمالقة الذي يسلح من الإمارات والسعودية تسليح قوي جدا ويستلم رواتبه بالريال السعودي أما الجيش الوطني تم نزع منه الرواتب حتى بالريال يمني ولا يستلم راتبه إلا كل عشر أشهر والتغذية عنده سيئة جدا السلاح النوعي محروم منه تماما هذا موضوع يحتاج إلى نقاش آخر سأعود إليك أسد أمر اليافعي رئيس مركز الجنوب اليمني للدراسات والبحوث ونذهب إلى فاصل العزاء المشاهدين ثم نعود أيضا لمواصلة الحديث عن قوات العمالقة ومعاركها في شبوة وكذلك مارب ومع حقيقة الانسحاب المعلن عنه أهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة أخرى وما يزال حديث عن قوات العمالقة وحقيقة الانسحاب المعلن عنه من قبل حساب رسمي لهذه القوات وقال أنه يدار من قبل أطراب محسوبة على الانتقال وكذلك على الإمارات لكن هذا الخبر ربما يعكس مؤشر حقيقي عن مدى توجهات هذه القوات ولمن تتبع وكيف يمكن أيضا التحكم بسيرها في المعارك ربما الدكتور علي الذهب معنا الآن نعم ما زلنا نفقد الاتصال بالدكتور علي الذهب إذن تجد أن الدكتور أو أستاذ عمر لعفي تجد أن المحق هي البيضاء هناك حديث أيضا عن إنشاء قوات أو إلحاق قوات من أبناء البيضاء وتنظيمهم في ألعاب ربما لواء أو لوائين هذا مؤشر على أن المعارك ستستمر كما قلت نتمنى أن يكون هناك جدية لأن أبناء البيضاء ظلموا كثيرا وظلموا ليس من الحوث فقط بل ظلموا من التحالف الذي تركهم يقاتل وحيدا لم يمدهم بإمداد عسكري من خلال الإنزال المضلي اكتفوا بالمشاهدة البيضاء وهي تسقط تباعا أدى ذلك إلى انهزام الروح المعنوية الآن ربما إذا تم تجنيد ناس من البيضاء وأيضا من مأرب ضمن هذه القوات العمالقة التي تنتمي إلى اليمن الاتحادي لا تنتمي إلى لا إلى الجنوب ولا إلى الشمال هذه قوات تقاتل بعقيدة اليمن الاتحادي أنا لا أقول أنهم أصحاب عقيدة وطنية فهم سلفيون بالأخير يقاتلون بمنهجية توجه دين نعم لكن هم في الأخير أصحاب عقيدة قوية جدا في القتال يقاتلون باستبسال لا تكلفهم مثل بعض الألوية الأخرى يعني هبات ويعملون ضمن تحت المال لكن هذا الأمر يقتضي أن يكون هناك توجه حقيقي من أبناء البيضاء من أبناء شبوة من أبناء مأرم بالانخراط بهذه القوة حتى هذه المناطق يدافعون عن مناطقهم أجمل من أن تأتي بآخرين من مناطق أخرى يقاتلون لأن صاحب المنطقة من هدم بيته من قتل أخيه من قتل أبيه وهو إدراء إذن بشعابها كما يقال سأعود إليك إذن أستاذ عمر اليافعي ودعنا نشارك معنا الدكتور علي الذهب وكيف يقرأ أيضا هذا التضارب في الأنباء عن سير معارك العمالقة عن بقائها في الجبهات وعن أيضا انسحابها كما أعلن من قبل حساب رسمي بإتباع لهذه القوات كيف تقرأ هذا التضارب؟ أتحية لك وللمشاهدين جميعا نعم تفضل كما أشار الزملاء أو الإخوات الضيوف عندك بأن هناك تضارب فعلا وأكت عليه ولكن أنا أقول لك أن البيان الذي تدول في التويتر هو نفسه الذي موجود على موقع الوية العمالقة في الموقع الإلكتروني باستثناء كلمة أو عبارة عادت إلى عرينها هذا الفارق بين الأمرين والواقع يقول أن الوية العمالقة ما زالت تقاتل على الأرض لكن حدث التموضوع فعلا كيف حدث التموضوع؟ بحسب المعلومات أن هناك لواء أو انسحب من بيحان وجراء إعادة وضع قوة دفاع الشبوة كقوة أمنية في هذه المناطق إذا كان حدث التموضوع أو لنأخذ هذه الصورة بأنه تموضوع جزئي فإنه يعرف في التكتك العسكري بالمناورة بالقوى والوسائل وهو يؤدي غرضين غرض سياسي وغرض عسكري الغرض السياسي التهديئة داخليا وخارجيا أو التغرض العسكري وهو إعادة ترتيب القوات ونقلها من وضع إلى وضع آخر هذا مجمل ما أتصوره أنا القوات ما زالت موجودة على الأرض وهناك كما تفضل الأخ اليافعي بأنه هناك محاولة تلصص على إنسارات على إنجازات إحداث بلبلة داخل صوف هذه القوات هذه القوات وطنية وتؤدي رسالتها تحت قيادة التحالف العربي وتحت أيضا تحت مسماء الجمهورية اليمنية وإن رفعت هذه الأعلام من طرف أو من آخر فإنها لا تعبر إلا عن هذا الطرف نفسه وهو معروف بالإسم العمليات الآن نقول أنها متحركة في أكثر من محور خاصة الولايات العمالية المحور الأول متجهة جنوبا نحو العبدية والمحور الثاني قادما من ناطع باتجاه العبدية والمحور الثالث متجه باتجاه عقبات ملعاء ليلتحم مع القوات المتقدمة بنحو ثلاثين كيلومتر وهي قوات تابعة للمنطقة الثالثة بمأرب بمعنى أنه سيكون هناك باتجاه أمريش سيحدث هناك التفاف يقوم بين القوات الحكومية المتقدمة المأرب والتفاف آخر من ألويات العمالية في عقبات ملعاء مجموعة الالتفافين يسمى إحاطة أو تطويق إذا جرى السيطرة على معسكر أمريش وهو يتجاوز سلسلة القبال الموجودة خلف ملعاء الذي يتحصن فيها كوثيون بفاعا عن هذا الماسكر نعم تقد أن هذا سهل ومن الممكن إنجازه هذه العقبات هي مهمة وقبال حاكمة كما يقال هناك عدة وسائل التي يجاوز مثل هذه العباق هو يسمى عائق طبيعي وهذا العائق الطبيعي زود بعائق صناعية بمعنى أن هناك تحصينات هناك ألغام هناك تخريب للجسور والمدارب والمسالك حتى لا تمر العربة ولكن لطبيعة الحال الطيران موجود يستطيع أن يمهد ويضرب هذه المناطق بعنف وهناك استبسال واندفاع وقوة تشكل الاختراق ودون شك بأن الحوثيين منهكين تمام الإنهاك خسروا الأرض خسروا المقاتلين خسروا الوسائل خسروا المحيطين بهم من المؤيدين لهم بسبب الخسائر خسروا القيام والأخلاق بتدمير المساجد والمستشفيات وأعمال النهب وما إلى ذلك في كل حوال وضعهم منهار الآن نحن نتحدث ونحن داخلين على الشهر الثاني يلا هو فبراير أين كنا في بداية يناير وأن صبحنا الآن ونحن نتحدث أقصد ولكن أين هم هؤلاء وأين هم أولئك لا شك أنهم في تراجع مستمر إذا لم يتمكن الطيران من فتح هذه التغرات هناك وسائل أخرى للالتفاق وأعتقد أن هناك طرق تسرب أخرى ويتكون وعرة لكنها قابلة للوصول إلى هذه المناطق وتجاوزة وجعلها عقبة ملعى نقطة ميتة ليس لها أي قيمة لأنها ستكون فيها نقاط دفاع في محاولات أي هجوم معاكس آخر نعم ربما يتم إحاطتها كما ترى وأن هناك قوات قادمة من مارة بقوات ستأتي أيضا من بيحان وربما هي مسألة وقت حتى يتم تطهر لكن هذا القدل الذي أشيع لنا كل اليوم تجد أنه يعطي مؤشر ربما في اتجاه ما إلى تهديئة ما وقف القتال ربما أم ربما محطة تعكس مناورة كما قلت مناورة عسكرية وثم تستمر عمليات القتال ما هي المؤشرات التي تقرأ أنت كخبير كل طرف كل طرف سيفن ضفها وحسب هوا الحوثيون قالوا أنها خدعة وتحالف أرسل رسائله بطريقة أو بأخرى ماذا يقول التحالف تحالف ساكت حول هذه الخطوة لم يعلن شيئا صحيح؟ لم يعلن شيئا ولو كان أعلن لما كانت لهذه الحركة قيمة لابد أن يكون هناك يسمى نقطة الظلام أو يسمى منطقة منطقة ظلام معلوماتي منطقة الظلام المعلوماتي هذه لا يستطيع حد اختراقها وفي نفس الوقت تحوم حولها التفسيرات وتوضع الاحتمالات لا يتشتت أي طرف كان وهذا هو الواقع كافة الأطراف يمكن الوحيد الذي يعرف ذلك أو يدرك ذلك هو التحالف نفسه لكن فقدان الثقة للتحالف هو أمر خطر كيف يمكن للتحالف أن يكسب المعركة وهو يفقد الثقة من الجماهير التي يدعي أنه يقاتل لأجله هذا بلا شك ولكن طالما القوات موجودة على الأرض وهي تؤدي المهمة وأنا أركز هنا على نقطة أن القوات ما زالت موجودة على الأرض وتتحرك وتنجز أيضا وتنجز لكن عندما أعلنت مهمتها أنها انتهت المهمة هنا سأفسر لك لماذا أعلنك المهمة دائما يوكل للقوات مهمة مباشرة وهم تالي إذا نفذتها 90% تعلن انتهاء المهمة ثم تكمل العشرة بالمئة من عملية التمشيط ومطاردة وما لذلك لأن هذا الإعلان يمثل انتصار عسكري يضعف الخصم معنويا ومن ثم يجري التمشيط لذلك سمعنا أنهم أعلنوا تحرير شبوة الثلاثة المديرات في حين أن العين لا زال فيها وما زال إلى ذلك بيحام لا زال كان فيها بعض الجيوب ويجري تصفيتها وهذا نتعرف عليها عسكريا مسألة الثقة هذه لازم نفكر فيها مستقبلا وهو اتجاه القوات أين؟ أنا أقول أنه لابد من تحرير سرواح سرواح الخطر لا زال هو قائم الآن أمننا مأرب من جاه واحدة وهي حريب هناك تحول بسيط داخل الجوبة هناك تحول بسيط فقط هذه الثلاثة المديريات لا زالت رغوان ولا زالت مدغل تشكل خطر وما بعدها مجزر لا أبد من يعني تخليص أو تنظيف هذا الهلال الممتد أو نصف الهلال أو الهلال من الشمال إلى أقصى الجنوب والتوجه شرقا باتجاه الجوبة وجبل مراد ورحبا ومن ثم هناك يمكن الوصول إلى البيضاء أو من الجهة الخلفية من اتجاه ناطع ونعمان وهناك يجري التحرك في هذه المناطق وأتصور أنه أتمنى أن لا يكون تأمين لمحافظة شبوة فقط إذا كان التقدم داخل البيضاء في العم بعيدا أما إذا كان على الأطراف باتجاه مرخة حدود مرخة التي هي يعني مسورة والصومعة فقط فهذا يعني أنه تأمين لشبوة من الناحية الأخرى من الجنوب الغربي أما إذا كان أمماء ماذا تمددت القوة باتجاه العم فهناك نستطيع أن نحكم ونقول أن هناك تحركا استراتيجيا يستهدف الوصول إلى ما هو أبعاد من تحرير البيضاء نعم إذن المعطيات على الأرض هي التي تعطي تقييما لهذه العملية بشكل نهاي ولا زالت الآن لنقول أننا أمام 50% حتى نستطيع أن نحكم على ذلك لأن القوات مستمرة ولكن لا تزال على الأطراف الحدود لكن أنا أثق تماما أثقة أن التحالف لديه ربما خطة الطرق أو تكتيكات تكتيكات معينة لأنها خطر الحوثيين واضح المعالم وأتحدث عنه بأنه لا يمكن للخليج أن يرى إيران صغرى داخل الجنوب الغربي للجزيرة العربية هذه مسألة مهمة ثالثا ثانيا الإمارات واقعتها تهديد فعلي من قبل إيران وهي تحتل ثلاث جزر منها الإمارات السعودية واقعتها تهديد شبه مواشر من خلال الجوار الجغرافي للحوثيين إذا ما تمكنوا بناء دولة رابعا والحوثيون ليسوا حركة امتداد للإمامة فقط ولكنهم نسخة أخرى من ولاية الولية الفقه وكما تحدثنا بأن عبد الملك الحوثي يقابله في إيران علي خمينين مهدي المشاط يقابله إبراهيم رئيسي محمد داعي الحوثي يقابله قائد الحرس التوري الإيراني الجيش نفس الطريقة جيش ومقاومة شعبية أو لجان شعبية هناك حرس توري في إيران وهناك جيش رسمي هذه هي ستعطي لهم مؤشرات واضحة بأن الجزيرة في خطر الجزيرة العربية والخليج وهذا الخطر لا بد أن يستأصل من الآن قبل أن يكبر ويكبر ويلتهم الجميع نعم دكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا لك عمر اليافعي لديك ما تضيفه أريد أن أؤكد أنا لأن هناك وسائل إعلام سعودية ما زالت تؤكد أن ما زالت العمارقة تقاتل وسائل إعلام لكن لم نسمع تصريحا من التحالف نفسه هناك ناطق للتحالف وناطق التحالف فقال لدي عملية اسمها اليمن السعيد يأتي الانتقال ويعلن انتهاء العمليات كيف يمكن بدون أن تدخل التحالف ويوضح هو قلت لك هناك تكتيك ربما لتشتيت الحوثي ومباغته ربما وأيضا ربما لامتصاص موضوع ردة الفعل التجاه الإمارات بالصواريخ لكن مثلا موفد العربية أحمد بقاتو يؤكد هناك قوات موجودة نعم يقول هناك موجودة يقول أنها مطلة على الجوبة وأنها تتقدم أيضا أبو عيد ظالعي أحد قادة الألوية العمالقة يصرح أن الألوية العمالقة مستمرة وأن من سحب أنه لا يشكل إلا يمكن 20% أيضا موفد الحدث اللي هو الردفاني يقول نفس الكلام إذن هناك تباين سعودي إماراتي الإمارات من خلال سكاي نيوز أو هي لعبة مثلا ربما هي لعبة وربما الإمارات لا تريد الإكمال وتضغط على السعودية بسحب لواءين يتبعوها من أصل عشر ألوية أو تريد القول أنها لم تعد تدعم هذه القول هي رسالة للحوثي ربما وربما لا نستطع أن نؤكد لأنها كلها تحليلات ومعطيات على الأرض تقول أن ما يهمنا أن الألوية العمالقة مستمرة وأنها ستستمر حتى دحر الحوثي على الأقل من العبدية ومن الجوبة وإذا اتجهوا إلى البيضاء فهذا سيشكل التفاف وطني كبير عليهم وسيكون يعني كما قلت في حلقة سابقة معك طالبان اليمن نعم أشكرك أستاذ عمر اليافع رئيس المركز الجنوب اليمن للدراسات والبحوث وأشكر أيضا عزال المشاهدين على حسني متابعتهم كما أشكر دكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي وأيضا الأستاذ حمد عيز صحفي ورئيس تحرير موقع مارب برس في أمل الله اشتركوا في القناة